كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن نجاح حكومته وعبر الورق البيضاء في توفير أكثر من 12 مليار دولار من احتياط البنك المركز العراقي ورفع التصنيف العالم الائتماني للعراق دوليا فيما أكد أن العراق كاد أن يصنف دولة مارقة لو لا استعادة دوره الإقليمي والدولي والعربي كذلك نجاحنا بتوفير أكثر من 12 مليار دولار احتياط البنك المركز العراقي بالضافة إلى رفع تصنيف العراق إلى درجتين بهذه الظروف هذا إنجاز كبير يجب أن نفتخر به كذلك العراق كان قاب قوسين من أن يكون دولة مارقة وبعيدة في علاقات الخارجية نجحنا خلال الفتاة قصيرة بأن نسأل العراق كثير من دوره الإقليمي والدولي العربي والإسلامي وانجحنا بتحسين علاقاتنا وكذلك احتضار أكثر من لقاء للشقاء للأصدقاء للجيران على أرض بغداد أرض السلام انجحنا بترطيب الأجواء ونجحة هذه العلاقات في تقريب وجهة نظر كثير وتجنب المنطقة والعراق آثار حرب قد تكون لا سمح الله مدمرة العراق المنطقة اشتركوا في القناة